بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنانين كشف صبر عثمان مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة تفاصيل التقدم ببلاغ ضد أحمد حسن وزوجته زينب حول فيديو المقلب في طفلتهم إيلين مشيرا إلى أن الفيديو بيعد استمرار للاستفزاز وحالة الاستهدار من الأب والأم مشيرا إلى أن الوضع متكرر وأن البحث عن الشهرة والمال والكسب السريع هدفهم الأساسي وللأسف القناة بترك رواج ومشاهدة على حساب ابنتهم مشيرا إلى أنه منذ عام تلقى المجلس بلاغات حول خمس فيديوهات تتعلق بالولادة واستخراج شهادة الميلاد وتم تقديم بلاغات للنيابة العامة وقامت نيابة البساتين بالتحقيق فيها وتم حفظ القضية مراهاتا لمصلحتهم ومصلحة الطفلة وتم أخذ تعهد عليهم بعدم تكرار ذلك وأكد مدير عام خط نجدة الطفل أن الفيديو الجديد وضعه مختلف مشيرا إلى أن البلاغ تم رصده بعد بس مقطع الفيديو السيء للغاية مشيرا إلى أنه لا يوجد هدف من وضع مادة سوداء أو مصق اسود على الوجه والتسبب في تخويف الطفلة تحت مسمى مقلب مشيرا إلى أن أحمد وزينب استفزوا كل وسائل جلب المال وأصبحوا متفرغين للطفلة التي يصل عمرها عام والقيام بحرقات تؤدي لفزح طفلاتهم ويتم بسه تحت مسمى مقلب وأوضح مدير عام خط نجدة الطفل أنه بعد رصد البلاغ تم العرض على الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة ووجهت بمخاطبة النائب العام وبالفعل تم مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وتم أحالة البلاغ لنيابة حلوان الجزئية وتم الاستماع لأقوال أحد مسؤولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب مؤكدا أنه تم التقدم ببلاغ جديد إلى النيابة العامة وتم طلب التحقيق في الوقائع السابقة وتوجيه تهمة الإتجار في البشر تبقى ووفقا للمادة 291 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010 مشيرا إلى أن ذلك نوع من الاستغلال التجاري والإتجار في البشر المنصوص عليها في القانون ومشيرا إلى أن عقوبة ذلك في قانون العقوبات بتصل للسجن خمس سنوات ووفقا لقانون مكافحة الإتجار بالبشر بتصل عقوبتها للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه موضحا أن ما يقوم به اليوتيوبر وزوجته مخالف للقانون والدستور وأن ذلك سوء معامله واستغلال قانون ترجمة نانسي قنقا ترجمة نانسي قنقا ترجمة نانسي قنقا اشتركوا في القناة